إلى الأزمة الأوكرانية حيث قال رئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أن روسيا تحاول إضعاف أوروبا عن طريق ما وصفه بالإرهاب الاقتصادية وأضاف زيلنسكي خلال اللقاء عبر تقنيات الفيديو كونفرنس مع عدد من رجال الأعمال الفرنسيين أن روسيا تحاول منع الدول الأوروبية من ملء مغزونها من الغازة لفتن إلى استعداد بلاده لتقديم الغاز لأوروبا من مغزوناتها من الغازة من جهته دعت الرئاسة الروسية المجتمع الدولي للضغط على أوكرانيا من أجل خفض التوتر العسكري في محيط محط زابوريجيا النووية كما اتهم الكريملين كييف بتعريض أوروبا بأكملها للخطر قبل زيارة مرتاقبة لبعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بدورها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها ستجري عمليات تفتيش لمحطة زابوريجيا وأوضحت الوكالة أن البعثة ستقوم بتقييم أي ضرر حدث جراء القصف الأخير بالقرب من المحطة من جانبه أكد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية ضرورة حماية وسلمة أمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا في بادرة أمل من شأنها إنقاذ أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بأكملها يقوم فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بزيارة إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا التي تعرضت للقصف مرات عدة في الأسابيع الأخيرة وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي على ضرورة حماية أمن أوكرانيا وأمن المحطة الكبرى بالقارة الأوروبية وتأتي الزيارة بعد أن وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع في زابوريجيا بأوكرانيا بأنه يتدهور بسرعة إذ أكد أن أي عمل عسكري في محيط زابوريجيا يعرض العالم إلى خطر نووي يجب أن يتوقف على الفور وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشأن توجيه ضربات قرب المحطة النووية في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مزيد من القصف قرب المحطة النووية من قبل القوات الأوكرانية خلال الساعات الأربعين والعشرين الماضية فعملية القصف الأخيرة جاءت بعد يوم واحد فقط من تبادل موسكو وكييفا لاتهامات بالسهداف المحطة الأمر الذي أثار مخاوف دولية بالغة ورغم أنه تم فصل اثنين من مفاعلات المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية بسبب القصف خلال الأسبوع الماضي كشفت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية عن عدم توفر أي معلومات جديدة عن وقوع هجمات على المحطة وبين اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا تبقى المخاوف الدولية باقية من تعرض المحطة لأي قصف قد يؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية وصف وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا بالأصعب في تاريخ الوكالة وخلال زيارة أجرها إلى العاصمة السويدية ستوكهولم أرجع كوليبة صعوبة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى النشاط القتالي والمعارك التي تدور على مقربة من الموقع إلى جانب الطريقة التي تحاول روسيا من خلالها إطفاء شرعية على وجودها في المكان على حد تعبيره